أكدت الحكومة الموقرة ضرورة الإبقاء على ملكيات كافة الجهات الحكومية للأراضي المملوكة لها بغرض تفعيل الأغراض المخصصة الحكومة أوضحت في معرض ردها على الاقتراح برغبة بشأن نقل ملكية كافة أراضي الوزارات والهيئات الحكومية الصالحة لبناء الوحدات السكنية عليها إلى وزارة الإسكان وذلك ليقامة مشاريع إسكانية لصالح المواطنين وأكدت الحكومة أن الملف الإسكاني يسير بخوطا ثابتة مشيرة إلى أن وزارة الإسكان قامت بتخصيص جميع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشاريع الإسكانية المشمولة في برنامج عمل الحكومة وأضافت أن أراضي الوزارات والجهات الحكومية قد تم تخصيصها مسبقا بحسب المخططات التفصيلية وذلك بهدف توفير خدمات رئيسية للمواطنين والمقيمين والتي تشمل خدمات البنية التحتية والمستشفيات والمراكز الصحية والدور العبادة والمدارس وغيرها من الخدمات التي تعتبر جزءا مهما ومكملا للمشاريع الإسكانية